تأكيدا لما قلته سابقا يعني نعتبر داخل الحكومة أن التعليم ركيزة أساسية لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية ومغرب الدنمية كما يطمح له جلالة الملك نصار الله ومن هذا المنطلق نتشبت كفريق حكومي بالتزامة المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه وللتحقيق ذلك قناعتنا غاسخة هي أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطوحة وتشجيدا لذلك نحن ندعو نقابة يوم الاثنين لعقدي جلسة للحوار القطاعي وفي الأخير أؤكد مجددا على استعداد لتوضيط قناوات الحوار حتى إيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المدرسة العمومية